بص الوزير المستجيب دايما نعمة من عند ربنا انا حب الحكومة لما تستجيب او وبذات لما تستجيب للبرنامج بابا بقى سعيد الحقيقة انه استجابة لنا النهاردة لما كنا بنتكلم عن مدحف النوبة وكنا بنتكلم عن ان في ضرورة حقيقية من وجهة نظري ان الولاد في تالتة اعدادي او في قولة سنة وينزلوا ويزوروا الاماكن دي ورحلة نص السنة والكلام ده فلقينا الحقيقة انه سيد وزير التربية والتعليم دكتور رادة حجازي بيعلن عن الاستجابة بتاعته من خلال تنظيم رحلات طلاب السنوية العامة بالتحديد لقصر واسوان علشان يتعرفوا على معالم بلدنا السياحية والاثرية والحضرية وكمان التعريف بتطورات التنمية في مصر يعني مثلا لما يروح لقصر واسوان هتليهم بيزوروا الصد العالي وبيزوروا بنبن وبيزوروا المشروعات وما الى ذلك وانا متأكد انه على مدار العام هيبقى فيه رحلات تانية بتزور اماكن اخرى وبتزور ايضا مشروعات قومية عملاقة وما الى ذلك شكرا دكتور ردا حقيقي انا مبسوط فرحان مش بس علشان دي استجابة في التساعة لكن الغرض الاهم هو ان الولاد يعرفوا بلدهم كويس